اشتركوا في القناة حول أنواع الإلحاد الصفصطائي وهو الأخير أيضا تحت عنوان في سلسلة مستنقع الملاحدة النوع الأخير اللي أنا اخطرت أن أذكرهم هو النوع 18 وأسميته إلحاد الشبهات الذي يدور حول التشكيك في قضايا وردت في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية هذا النمط شائع وبأمانة بيقين أن هناك وراءه مؤسسات مسؤولة عن التنقيب والبحث عن هذه الشبهات وترحاها على الشباب وأنت قالت لي صراحة من أحد الشباب الملحد قال لي أنت فاهم أننا يعني بتقول أننا بنقعد كده بنجيب من عندنا وكلامنا ينقصه العلم ده فيه متخصصين ومؤسسات قائمة على هذا حتى قال لي بالنسبة لإحتمال تحريف القرآن بيقول لي أنت بتقول أن فيه كتب سماوية اتحرفت وكلام من ده ده قرآن اتحرف قلت له زي إيه قال لي فيه دراسات كبيرة جدا اتعملت وطلع أن فيه حرف في المصحف في سورة كذا آية كذا موجود في بعض الطبعات ومش موجود في طبعات أخرى أكسم بربي أن هذا قيل لي فقلت له يا أخي أنت والله طمنتني أنت أثبت صدق القرآن الكريم لما بعد كل هذه الدراسات يطلع أن فيه حرف في طبعة ومش موجود في طبعة تانية أنا فاهمة تقولي أن فيه طبعة بتقول أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي وطبعة التانية بتقول أن هو ربنا أنا فاهمة الحكاية كبيرة يعني إنما الموضوع يعني سهل خالص أنا هتكلم على إلحاد الشبهات بعض الشبهات الشائعة اللي بتطرح طبعا نظرية التطور الدرويني وكيف أنها تتعارض مع مفهوم الخلق الخاص الذي قال به القرآن الكريم طبعا نرد على هذا الكلام أنا ذكرته في وقفتنا مع الدروينية إن مفهوم التطور الدرويني ليس بحقيقة علمية هو أفضل التفسيرات وإذا ثبت فبشهادة العديد من كبار مشايخنا بيقولوا إن آيات الخلق في القرآن الكريم تقبل بدون مس بثوابت العقيدة تقبل التأويل في ضوء مفهوم الخلق التطوري خلصت آية السيف التي نسخت عشرات الآيات اللي بتتحدث عن حرية العقيدة آية السيف لا اقتلوهم في الحقيقة العتب في هذه القضية على الخطاب الديني أنا لا أدري ولا أتصور دول زيهم زي اللي بيحدثون عن إن الإنسان مصير أو مجبر نقتل إيه؟ يعني آية السيف إيه التي نسخت عشرات الآيات من القرآن الكريم التي تتحدث عن حرية العقيدة الأمر يرجع لله عز وجل وحده هو الذي يحاسب الناس الشبهة الثالثة طبعاً الكلام اللي بيدور حول منزلة القلب إن القلب في القرآن الكريم وفي كل الحضارات والديانات له دور في المنظومة المعرفية وإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وكلمنا إحنا في لقاء كامل عن القلب وقلت لا ندعي إن العلم أثبت إن القلب هو الذي يفكر ويعقل ولكن العلم أثبت أن القلب دور في المنظومة المعرفية والشعورية الشبهة اللي بعد كده كل قضايا الغيبيات السماوات السبع والأراضين السبع والملائكة والجن كلام ده العلم لا يستطيع أن يقدم عليه دليل وبعدين إيه بالذات السماوات السبع وأراضين السبع دي قلت له أتعرف أنت ما السماوات السبع والأراضين السبع حتى تعترض عليها قلت له أنا أعترض على حاجة في بيتك أنا معرفهاش غيب بالنسبة لي طيب يسمع بالرغم إن أنا مش من أتباع مدرسة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم مفهوم السماوات السبع والأراضين السبع ده ألا يتمشى مع ما ثابت مش ما ثابت ما ترح مؤخرا من فرضية الأكوان المتعددة وإن زي ما فيه هذا الكون في أكوان أخرى وكل واحد كأن فيك أنت نمط منك أنت في الكون الثاني والثالث والرابع يبقى فيه أرض في الكون الثاني والثالث والرابع بس القرآن قصرهم على سبعة مش متعددة إلى مالة نهاية ده طرح يعني أقصد إن فيه مفاهيم الغيب لا تحجني بها ولا أحاجك بها لنا ولا أنت نعرفها عن يقين من الشبهات إن في الكتب السماوية أحداث ليس عليها دليل زي طفنوح زي أهل الكهف ده أقول له إيه الدليل أنت عاوزه دي أحداث تاريخية يا ابني المنهج بالتوثيقي في التاريخ أن أتوثق من مصدر الرواية فقط فأنت عليك تدرس الكتاب المقدس اللي أنت بتؤمن به وتشوف هل هو ثقة أم لا إذا كان ثقة فالراوي ثقة يبقى بصدق الحدث التاريخي أنت عاوز دليل تجريبي على حدث تاريخي ده معنى أنه مش فاهم حاجة ده مش كده وبس أصل معظم هذه الأحداث التاريخية زي طفنوح وزي قصة سيدنا يونس الذي التقمه الحوت وعدد من هذه القصص دي وردت عند البابليين والأشوريين والسامريين وكلام من ده ده قرآن الكريم بتاعكم أخذ منها والكلام ده تقلي في الملحد العراقي في المناظرة تولا ده أنا قويادك جدا في هذا ده مش بس في الحضارات دي القصص دي وردت في أكتر من تلاتين حضارة عليه إزاي قلت له هو كده لما تأملنا الأساطير داعة الحضارات لإينا الحديث عن الطفان عن الرجل الصالح الذي التقمه الوحش مر الوحش حوت في القرآن ومر الوحش تنين عند الصينيين ومر الوحش طائر العنقاء ومر الوحش كذا وكذا في قصص في كل الحضارات عن العزراء الفاضلة التي أنجبت طفلا تكلم وأنجبته دون زواج موجودة في كل الحضارات قلت له دا معتبر الكلام دا ضد الديانات اللي تفصرها إزاي دي قلت له تفسير من اتنين يا إما الحضارات تناقلتها عن بعضها بس هذا الشيوع تلاتين حضارة اللي في الإسكيمو واللي في استراليا واللي في أمريكا الجنوبية بعيدين جدا عن بعض لا يمكن أن يتناقلوها اللي والتفسيرها إيه مصدر واحد بلغ ديانات وصلت إلى هذه الحضارات وأطلعهم على هذه القصص فتبقت هذه القصص عند هذه الحضارات كأساطير طبعا أفحم وكان أول مرة يسمع هذا الرد والتحليل ويعني قعد يعني يهلوس برضو من القضايا اللي بيكلموا فيها القرآن الكريم ركز على اليهود كتير قوي وده حق كلم عليهم كتير جدا وحيالهم ما عندول كانوا عبارة عن قبيلة ولا مجموعة ولا مجموعتين تلاتة موجودين في المدينة ايه اللي يستدعي ان القرآن الكريم يركز عليهم ويحطهم في باله هم عشان يعني دايقوا النبي عليه الصلاة والسلام اقول الكلام انت بتقوله ده حجة مع القرآن الكريم وحجة كبيرة جدا انت لفت نظري له قالي ازاي قلت تصور لو كان اليهود القبائل دي كجنس اندثر وانا جيت اقرأ النهاردة في القرآن الكريم وبقرأ عن عشرة في المية من القرآن الكريم او اقل او اكثر عن اليهود قل مين اليهود دول ايه الكتاب السماوي اللي باقي اليوم القيامة وبيكلمنا عن مجموعة واندصرت انما لما بقى انا بقرأ قرآن الكريم دلوقتي وقلقي كلام كتير عن اليهود وارى ان اليهود دلوقتي مسيطرين على اقتصاد العالم وسياساته وفكره الى اخره واعلامه او والله دي معجزة ان القرآن الكريم اتكلم من 1400 سنة على قوم هما اللي سيطروا على العالم دلوقتي يبقى كلام ده دليل معه وليس دليلا ضد طيب القرآن الكريم الليازي انتشره بالسيف انتشار الدين بالسيف احدى شبهات السازي عبدالله المسيح رحمه الله كان يقول لي لا تتنزف نفسك في قضايا فرعية اقول ايه انا للشاب في هذه القضايا قل والله اذا كان بعض هذه الفتوحات تمت لأهواء شخصية ومصلحة شخصية هسابه عند ربه بعد هذه الفتوحات تمت التزاما بمنهج الاسلام في الجهاد ان يزيل التواغيت من اجل ان يكفل حرية العقيدة فاجروه على الله انما ببساطة جدا احنا نعرف ان كل جنوب شرق اسيا دخل الاسلام عن طريق التجار لا فيه جيوش ولا فيه حاجة في هذا الموضوع من القضايا برضو السلوكيات لا ينبغي للدين ان يتبناها مثل تعدل الزوجات والرق وملك اليمين وقطع السارق واحداث كثيرة في حياة النصفة صلى الله عليه وسلم قيلت في حقه عليه الصلاة والسلام هذه القضايا طبعا انا لا ادخل فيها ومش هتكلم فيها دلوقتي هذا الموضوع الكتب فيه عشرات الكتب اللي هي رد الشبهات لكبار المفكرين الاسلاميين فاصبحت حجة بالية وكلها عليها رد وجود فده موضوع احنا مش هنستنزف مش هنستنزف نفسنا به هو المؤلم يعني كل من يطرح هذه الشبهات اسأله اريد حاجة من كتب رد الشبهات يقول لي لا اريد حاجة في التفاسير حول هذه الشبهات يقول لي لا اقول له اتتخذ قرارا فيه اخطر قضية في الوجود الانساني دون ان تبزل جهدا فيه تمحيصها ده انت بتشتري موبايل ولا بتشتري ايباد بتدرس الكتالوج وبتشوف قبل ما تختار قال لي تب مين قالك انها اخطر قضية في الوجود الانساني ليه اعتبرتها كده تقول لان لو صدقت دعاؤنا كمتدينين ان هناك اله وبعث وتكليف وحساب وثواب وعقاب هيبقى فيه نار خالدا فيها ابدا فصمت وسكت دي انهت انواع الملاحدة السبسطائيين النمط السائد والمسيطر على الفكر الاحادي في بلدنا من هذه الرحلة مع مستنقع الملاحدة من ما قرأت وعرضت عليكم ابتداء من الزنادقة حتى الاحادي المعاصر اللي حصل مع اسماعيل أدهم ومع قصيمي حتى الاحادي في بيوتنا من هذه الرحلات كلها في دروس مستقاه علينا نتنبه لها وننبه لها المناظرين في هذه القضايا أولا أن التنشئة والتربية والتعليم دور هام وده ربدا مثال باسماعيل أدهم اللي نشأ في بيت اسلامي متشدد وأختين مسيحيتين يستهينوا بالديانة ثم تعلم في موسكو فتبنى هذا الاتجاه أن البنية النفسية لها دور محوري في تبني الإلحاد وكلمنا كلام ده عندما وقفنا مع القصيمي وأن البحث عن الشهرة والمراهقة وراء الإلحاد بين شبابنا دلوقتي وبالتالي علينا أن نحتضن أبنائنا ونشبعهم نفسيا من خلوش يبحث عن الإشباع في مصدر آخر وراء برضو الإلحاد أو أحد الدروس أن ندرك أن هناك خطائين كبيرين اعتبار الإيمان الديني إيمان أعمى وقف العقلك وما لكش دعوة أو اعتبار أن العلم ضد الدين عشان كده ينبغي على الدعاء الدعاء على كل المستويات ده من المنبر لغاية الإعلام أن يتوسعوا في التثقيف حول الفلسفة والدين وهذه أنواع من الإلحاد والشبهات وكيفية ضحضها وإلى آخر من الدروس أهمية التعامل بالرفق واللين والحوار وليس الزجر ورأينا كيف أن قصيمي عندما بدأت مرحل التساؤلات إما شيخ نهاروه وزجروه هاجموه الإيمان بحرية الحوار يقول لما عنده مش يخفي ما عنده لو صمم على تمسك بالإلحاد له هذا حسابه عند ربه مش أنا اللي هاقيم عليه حد ولا أنا اللي هعمل إيه لم أرى منهجا دينيا أو عقليا يقول لمخالفيه بسم الله الرحمن الرحيم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين لم أرى منهجا يقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه أختم بأن أنا اتجاهي في الفترة الأخيرة لما بيجي حد عاوز يناظرني أو عاوز والدين عاوزين أعب مع ابنهم بانطلق من جزئية أساسية هل تدرك وده أحد الدروس المهمة أبي هل تدرك أن العقل البشري المحدود المخلوق لا يمكن أن يكون حكما على الإله المطلق ولا لا وأضرب له مثال اللي أنا قلته بحكاية النملة التي لا تدرك الحكمة من أني بحط ملح على الأكل ولا العروسة التي لا تدرك أن صاحب المحل تشتعل بالزنبالك ولا ببطارية زي بقية العرائس وإحنا كلنا من عالم المخلوقات فما أدركه بالخالق لو اقتنع الشاب أول ما نعود أو قبل ما نعود حتى تلفونيا بهذه القاعدة أهلا وسهلا لو لم يقتنع فيبقى نعرف أن الغرور الإنساني والكبر وشعوري بعقلي ورغبتي في أن أجعل الإله يعني تحت فحص عقلي وتحت حكم عقلي هو ده السبب في الإلحاد سبب أكبر في الإلحاد وهو المصيبة التي أودت بإبليس إنها الكبر ليس هناك سبيل للإيمان إلا من خلال التيقم بالعبودية لله عز وجل ومن ثم الفكر لا يعارض ولا يقاوم إلا بالفكر والله تعالى أعلى وأعلم موسيقى